بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه وموالاه وبعد فنتابع الحديث عن علامة المحبة الصادقة لرب العالمين جل وعلا في كتاب حول ترجمة المرحوم الإمام العلامة الشهير والعارف الكبير فضيلة سيد الوالد الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى روى عبد بن حميد عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من راغب عن سنتي فليس مني ثم تلا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية فدلت هذه الآية الكريمة أولا على أن علامة صدق المحبة لله تعالى حقا هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودلت ثانيا على أن محبة الله تعالى للعبد لا تنال إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد صدق في محبته لله تعالى ونال مقام أن الله تعالى يحبه كما قال تعالى يحبهم ويحبونه ودلت ثالثا على أن من نال مقام أن الله تعالى يحبه غفر الله تعالى له ذنوبه والله غفور رحيم وبذلك يكون العبد محبا ومحبوبا يحب الله تعالى ويحبه الله تعالى وهذه منزلة عالية ومرتبة رفيعة ومقامها عظيم وشرفها كبير وأهلها على مراتب متعددة ومتفاوتة بعضها أعلى من بعض روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافر حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته وقد تكلمت على شرح هذا الحديث بشكل مفصل في كتاب التقرب إلى الله تعالى والحمد لله رب العالمين